بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي طلاب الصف السلس الاعدادي معكم مستر احمد رجب هنكلم النهاردة على درس فالق الحب والنوى مؤلف هذا الدرس الاستاذ الدكتور زكي نجيب محمود اللي احنا شايفينه قدامنا والذي يلقب باديب الفلاسفة وفيلسوف الادباء بيدعون هنا طبعا الى التأمل في قدرة الله عز وجل الذي يخلق كل شيء ويجعل النواة في الطمر او حبة القمح الى الزرق الدرس بتاعنا زي ما احنا شايفين بيتكلم ان في البداية اذا رأينا حبة قمح او نواة طمر فنعتقد اننا ننظر الى قطعتين من الجماد الاصم الاخرص يعني سبحان الله لو انا لقيت حاجة زي دي مرمية في اي ارض كده في الشارع لا اهتم بها دي مجرد كأنها ايه حجارة او طوب او شيء مرمي ليس له قيمة ده مجرد نظرة العين ولكن اذا نظرنا بنظرة العقل ونظرة التفكير فاننا سوف نجد ان هذه الاشياء ليست كما نرى بالعين ولكنها خزانة خزانة طبعا نخزن فيها ايه طبعا بيقول لي هنا زي ما انت شايف كده هاتين القطعتين القت بهم الاحداث يعني احداث الزمان ثم اهملتهم على ارض يا باب يعني ارض ايه خراب ليس لها اي قيمة ولكن قليل جدا جدا زي ما قلنا ان نفكر معا بعقولنا ان هذه الاشياء هي خزانتان طب اختزن ايه جواه ايه الخزنة دي فيها ايه فيها طاقة حيوية جبارة وزي ما احنا عارفين الطاقة الحيوية دائما تأتي من الغذاء ومن الطعام ومن الشراب فسبحان الله تعالى لو انا نظرت نظرة مجرد نظر بالبصر بالعين ايه اللي هنشوفه مجرد ايه نواية طمر مرمية او حبة ايه قمح هذه هي نظرة العين البسيطة ولكن طبعا نظرة التفكير ونظرة العقل الذي وهبه الله عز وجل للانسان تجعلنا ندرك الحقيقة التي خلق الله عز وجل لنا هذه الاشياء طيب بالنسبة معي حبة القمح دي او نواة الطمر كيف تكونان خزانتان اكيد ربنا سبحانه وتعالى جعل لنواة نواة الطمر وحبة وحبة القمح بعض الظروف مع مشيئة الله عز وجل مشيئة ربنا هي التي تخلق كل شيء وتجعل من هذا الشيء الميت ويخرج منه النبات الحي فمثلا اذا وفر الله عز وجل لنواة الطمر او الى حبة القمح الظروف المواتية سواء مثلا الطعام تتغذى منين من باطن الارض وتشرب طبعا زي ما احنا عارفين من ماء السماء يبقى ادي طعام وقادي شرب بتاكل وتشرب يبقى ده طبعا مش جماد ولا حاجة لا ده كائن حي خلق الله عز وجل فيه الروح وربنا سبحانه وتعالى ايه كمان غير كده اه ثم الهواء تتفاعل طبعا مع الهواء ومع ايه وبعد ضياء يبقى انا عندي اربع عناصر غزاء من باطن الارض وعندي ماء ينزل من السماء وعندي الهواء وعندي الضياء كل هذه الاشياء اذا تفاعلت تتحول حبة القمح من مجرد حبة الى ايه عود او الى سنابل هذه السنابل في كل سنبلة تعدى عشرات من حبات القمح سبحان الله الحبة الوحيدة تخرج منها ايه عشرات يبقى فعلا ادي الحبة مخزن فيها عشرات من حبات القمح ولكن هذا لا يراه الا الانسان الذي يفكت بعقله وليس بمجرد الايه النظر تمام فربنا سبحانه وتعالى نيجي بعد كده اه مما خلق الله عز وجل لنا هي نوات الايه الطمر ايه نوات الطمر اللي هي ازا ما احنا بنسميها كده ايه حبا يتقل بقى لحبة عيتنا يعني تمام نوات الطمر هذه ايضا اذا توفرت لها العوامل التي خلقها الله عز وجل ما هي هذه العوامل هذه العوامل ايضا نفس الشيء اللي قلناه في حبة القمح وهي الماء والهواء والغزاء من باطن الارض هي مع مشيئة الله عز وجل تتحول ايضا هذه النواة اللي هي نوات الايه الطمر الى نخلة عملاقة الى نخلة ايه سبحان الله من مجرد حباي مرمية كده في الارض اللي هي نوات الطمر تتحول الى نخلة ضخمة عملاقة وتنتج لنا ايه طبعا السمار الشهية من الايه من الرطب او من البلح زي ما احنا ايه عارفين فانت عارفين قوله تعالى عز وجل يخرج الحية من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله ذلكم ايه الله يبقى من مظاهر قدرة الله عز وجل تتحول هذه النواة بقدرته وعظمته وعظمة خلقه سبحانه وتعالى الى ايه الى نخلة عالية صامقة تأكل وتشرب وتتحرك هذه النخلة اللي احنا شايفينها سبحان الله وتعالى زيها زي الابراج البشرية تبقى نفس شكل المنازل كده بعلوها ولكن هناك فرق كبير بين المنازل التي لا تأكل ولا تشرب ولا تتفاعل وبين هذه النخلة التي تأكل من بطن الارض وتشرب من غيس السماء المطر النافع وتتفاعل مع الهواء وتتفاعل مع الضياء وتخرج لنا السمار اللذيذة الحمراء او الصفراء فهذا البلح الاحمر وهذا البلح الاصفر هي يشبه الياكوت البلح الاحمر شبه لايه الياكوت والبلح الاصفر يشبه الزهب كما اخبرنا الدكتور زاكي نجيب محمود لكن هذه الاشياء الرائعة لا يراها الا الانسان الذي يستخدم عقله قبل ايه قبل عينيه ليرى قدرة الله عز وجل في كل الامور فيجب علينا ان نشكر الله عز وجل على كل هذه الايه النعم ماشي ليه سبحان الله كل هذه الاشياء وشايفين كده النخلة الصامقة العالية جدا 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 من مظاهر قدرة الله عز وجل والالوان الحمراء والصفراء كل هذه الاشياء كانت في البداية مجرد ايه مجرد حصاء او مجرد طوب مرمي ولكن عندما نتأمل بعقولنا وبقلوبنا نرى مظاهر قدرة الخالق عز وجل كما وضح لنا الاستاذ الدكتور زكي نجيب محمود وطبعا لازم اخلي بالنا من الاسئلة المهمة جدا جدا مثلا اه لو قال لي ما الفرق بين الابراج البشرية وبين النخل الابراج البشرية زي ما نعارفين مصمتة الصخر لا تتفاعل ولا تأكل ولا تشرب ولا تتحرك اما النخلة فهي تأكل وتشرب وتتميل وتتحرك وتخرج لنا السمار يعني سبحان الله احنا بنقارن ما بين الكائن الحي اللي هو النخل وما بين الجماد اللي هو ايه الابراج البشرية المصمتة تمام طب لو قال لي مثلا لماذا شبه الكاتب البلح بالياقوت لان البرح الاحمر هذا اللون هو لون الايه اليقوت وترب البلح الاصفر بلون الزهب ليه لان طبعا البلح الاصفر نفس لون الزهب ماشي طيب ربنا سبحانه وتعالى دعا لكل انسان لا يجب عليه ان يتأمل في مظاهر قدرته التي اخرجت لنا العجب والعجاب فيجب علينا ان نشكر الله عز وجل على كل هذه النعم التي وهبها لنا تمام ولو نلاحظ معلش معايا كده ان لما بيقول مثلا الكاتب ايه تستقرق طاقة حيوية جبارة احنا عارفين الطاقة الحيوية الجبارة هي الطعام الذي يأكله الانسان سواء من البلح او من القمح وياريت نركز معايا في كلمة جبارة هذه صيغة مبالغة على وزن فعالة على وزن ايه فعالة طيب لو قال لي معنى المواتية اقول له الملائمة الايه او المناسبة ولو تلاحظ معايا كلمة الخالج ده اسم فاعل سلاسي من الفعل ايه من الفعل خلقة ياريت نركز وانا معكم مستر احمد رجب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة